دوري مستحق النديد طبعا بلا صفقات بلا قيد لو سألت واحد من شهرين الزمال الكاخر الدوري وهو زمال كوي ممكن يبتسم ويقول لك أنت بتهزر بالوقت الموضوع تأصبح حقيقة وعن جدارة واستحقاك ناس جات من بعيد قوي ونورت وقدرت تصنع الفارق ناس تعمل لها ضبط ما أصنع حلوة دي زي سيفل الجزيري وحمزة المسلوسة حلوة دي ناس تعمل لها تصنفرت من جديد زي محمد عواد ناس كانت بتقال عليها ماينفعش تلبس شيرت الزمالك وتعمل فيهم تقرير أن هم يمشوا النهاردة بقى من نجوم سيد عبدالله نمار وحسن عبدالمجيد كل الناس دي لازم نقول أن فيه راجل محترم اسمه فريرة رجع من الاعتزال عشان يقول الزمالك والآن بيفكر في الاعتزال مرة أخرى هيفكر تاني في الاعتزال؟ بيفكر في الاعتزال مرة أخرى ولكن يعتزال إمتى؟ بعد نهاية المسلمين ده؟ آه بيفكر في الموضوع دي طبعا بيتنكد على جميل الزمالك لا مش بنكد أنا بقولك أنه هو راجل هو راجل بيحب يصنع نجاحات ده واحدة على طول كده على طول بيحب يصنع نجاحات وطبعا الزمالك بإدارته المحترمة عايزة تخليه يكمل صح طبعا وده شيء محترم جدا بس الراجل حيشوف وضعه إيه لكن كل الصفقات الجيدة للأمانة هو اللي له رأي فيها هو اللي بيختارها بمن فيهم النهاردة زكريا الوردي نجم الرجال المغربي هو اللي مختاره وكمان اللعيب اللي جاي من سنغال اللي هو بريمان نداي برضو هو اللي مختاره وحتى اللعيب اللي كان هيجي مهد مبارك كان برضو هو اللي هو مختاره إذن هو شريك كامل في دي الأسماء اللي طرحت حتى الآن طبعا فيه عبدالله السعيد زي ما احنا عارفين صفقة كل موسم فيه احمد ايمان منصور هيبقى برضو برضو حيبقى اضافة كبيرة جدا نازمالك غير ان هما بيكلموا في محمود جاد يعني فيه اسماء كتيرة جدا لكن يعني لازم نقول نازمالك مبروك دوري دوري المعجزات صحيح